يقول المثل الصيني أعطي السائل السنارة ولا تعطيه سمكة ومن هذا المنطلق قامت هيئة الإغاثة الإنسانية بشراء عشر بقارات وعشرة معامل إنتاج مشتقات الحليب وزعتها على عشرين عائلة شهيد ومعتقل طبعاً الأبقار التي وزعت هي أبقار حلوب تم الكشف عليها صحياً وبعد توزيعها المستفيدين نقوم أيضاً الأطباء المختصين بإجراء الفحوصات الدورية عليها طبعاً هدفنا المشروع هو تأمين مورد ثابت لبعض الأسر المستفيدة منها بشكل أنه يكون لها مردود مادي جيد لأن أغلب الأسر قد فقدت معينها التي رأى هذه الأسر تقوم هذه المرأة مع أطفالها بالعناية بالبقرة والاهتمام بها وحلبها وبيع حليبها لتكون مصدر رزق لها ولعائلتها وتقوم المنظمة بشراء علفها وإحضار الطبيب للعناية بها بشكل دوري ولعائلات أخرى اشتروا لهم مولدة كهربة مع وقودها وأدوات صنع الجبن واللبن من مشتقات الحليب سيتم ترويجها في حال نجاحها على عدة عائلات سورية محتاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة